اشتركوا في القناة ورحمة الله ومرحبا بكم مشاهدين ومتابعين الكرام في هذه التغطية أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن الخطوط العريضة لخطته التي أسماها عودة الأمانة للشعب من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل وإنهاء الأجسام الحالية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية ذاتها تجري الانتخابات بالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور وتأتي هذه المبادرة من الدبيبة في ظل رفض شعبي لخارطة الطريق التي أقرها برلمان طبرق بحسب تفاهمات بينه وبين المجلس الأعلى للدولة والتي تتضمن التمديد للمجلسين واختيار سلطة تنفيذية جديدة الأمر الذي لقي رفضا واسعا من مختلف مكونات الشعب الليبي ومن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أكد في كلمته الأخيرة رفضه التسليم إلا لسلطة منتخبة وفقا لخارطة الطريق التي تم إقرارها في جينيف نتناول في هذه التغطية فرص نجاح خطة عودة الأمانة للشعب ومدى توافقها مع الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية وفرص قبول مختلف الأطراف بها في ظل مساعي برلمان طبرق لتشكيل حكومة جديدة ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير في ظل تسارع الأحداث السياسية في المشهد والمخاوف من عودة شبه الانقسامات من جديد أصبحت تعل الأصوات المطالبة بسرعة إجراء الانتخابات وإنهاء جميع الأقسام الموجودة في المشهد مطالبات الشارع الليبي الرافض لأي مرحلة انتقالية جديدة أصبح صداها يصل للأجسام الدستورية والمؤسسات التنفيذية فقد أكدت هيئة صياغة مشروع الدستور في بيان لها أنه من الضروري الاستفتاء على الدستور لضمان مسار دستوري واضح لخارطة طريق صحيحة تخرج البلاد من نفق الأزمات ومن جهته أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن خارطة طريق جديدة للإعداد الانتخابات النيابية ورئاسية مؤكدا أنها ستنهي كل الأجسام الموجودة بما فيها حكومته موضحا أن خطته المسمى خطة عودة الأمانة للشعب تركزت حول الخطوط العريضة لتنفيذ الانتخابات في يونيو القادم يأتي هذا وسط مساعي لجنة خارطة الطريق من قبل المجلسين النواب والأعلى للدولة ومحاولاتهم بتغيير الحكومة الحالية وفي ظل هذه المناكفات والتجاذبات يزداد التساؤل في الشارع الليبي عن إمكانية الذهاب للاستفتاء على الدستور لضمان انتخابات نيابية ورئاسية نزهة دون أن تلوثها القوانين العبثية مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه التغطية ويسعدنا أن نرحب بضيوف الكرام معي من استوديوهاتنا في طرابلس كل من دكتور عبدالقادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وكذلك عبدالوهاب بسيكري المحلل السياسي كما ستنضم إلينا خلال هذه التغطية إن شاء الله سيدة نادي عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أرحب بضيوفي الكرام جميعا ولعلي أبدأ مع الأستاذ عبدالوهاب بسيكري في البداية سيد عبدالوهاب إذن عبدالحميد الدبيبة أعلن عن خطة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل وأيضا إجراء الاستفتاء على الدستور سمها هذه الخطة بخطة عودة الأمانة أو إعادة الأمانة للشعب الليبي بداية كيف تقيم خطة عبدالحميد الدبيبة والمبررات التي ساقها لإعلانها شكرا لإستضافتك أستاذنا كريم لقناة التناصح وأرحب بضيفك وبالسادة المشاهدين التقييم بما فعله المهندس عبدالحميد دبيبة هو التلخص في مخاطبة الشارع الليبي وكذلك مخاطبة الفاعلين من المجتمع الدولي المتدخرين في الأزمة الليبية التمثل لمخاطبة الشارع في الأيام السابقة بطرح برنامجة المتمثل في التراول ما يتعلق بالتأمين الصحي وكذلك ما يتعلق بالشباب حتى وإن كانت مشاريع سابقة إلا أنها تم إعلان عنها في هذه الفترة الحكومة حاول السيد عبدالحميد أن يدخل إلى كل بيت أن يصل إلى كل شاب بحيث أن يكون في صوت شعبي كبير بالمطالبة بعدم تلحيها أيضا أرسل رسالة وهذا مهم جدا إلى المجتمع الدولي من خلال هذه الخارطة في عناصرها لأن في جلها وفي مقاومات التي قامت عليها هي تلخيص لما تم التوافق عليه في السابق فمثلا عند الطرح بأن الحكومة تصدر قانونا تطلب مقترع قانون تصيق مقترع قانون ثم ترسله إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى البررامان هذا ما نص عليه اتفاق الصخيرات وهذه مهمة المجلس الاشتشاري للحكومة فنزل إلى لب الصخيرات واستخرجوا منه هذا الأمر أيضا وهذا في عجالة وحاول في عجالة أضاف أن في حالة المدد الزمنية إذا تلكت يرجع إلى ملتقى الحوار وإيضا إلى المجلس الرئاسي وهذه السهم نشأت عن ملتقى الحوار وملتقى الحوار بديل لإخفاق البررامان ومجلس الدولة فهو الآن لخص ما دار في المجتمع الدولي وأشار أيضا إلى اتفاقات الغردقة فبالتالي آطل رسالة للمجتمع الدولي المدة الزمنية محترمة قبل نهاية الشهر السلس من هذا العام الحكومة ستخرج بإجراء هذه الانتخابات ما أتيت به وأتيت في معظم من توافقات سابقة أشرفت عليها البعثة وبعض الدول عن طريق سفراء الآن أنتم في موقف أمام هذا الأمر إما أن تأخذوا هذه الخارطة أو الخارطة خارطة مجلس النواب فالآن أصبح الوضع بهذا الشكل حكومة مقابل حكومة وخارطة مقابل خارطة وحاول أن يجعل من خارطته في رسالة للمجتمع الدولي بأنها هي أقرب إلى ما سختموه في السابق وهي الأقرب إلى المنطق وهي الأقرب في المدة الزمنية تحاكي ما يتطلبه الشارع بمنادأة بالانتخابات البرلمانية حيث كنا نعلم أن البش مهندس عبد هاميد بيبة كان مسر على الدستور أولا اليوم التماهى مع مطالب أغلبية من يتعاطى مع الأمور السياسية والفاعدين على أرض بأن الطلب هو الانتخابات البرلمانية فقط نعم فجعل هذا واقع أمام أعين نعم ومتالي قدم خطته لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا دكتور عبدالقادر أحويلي أنتم رغم أن المجلس الأعلى حتى الآن لم يصدر عنه قرار رسمي بموقفه من قرارات مجلس النواب الأخيرة لكن أنتم كان لديكم اعتراض على خارطة الطريقة التي أقرها برلمان طبرق بما فيها من اختيار حكومة واختيار لجنة لإجراء تعديلات على مسودة الدستور إلى غير ذلك كيف تنظرون إلى الخطة التي أعلنها عبد الحميد الدبيبة في المقابل هل تعتقدون بأنها كما ذكر عبدالوهاب سيكري أقرب إلى التوافقات السياسية والاتفاقات السياسية والتوافقات السابقة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحبيك وبضيفك السيد عبدالوهاب سيكري ومشاهدي قناة التناصح هي طبعا هذه الخطة التي أعرضتها الحكومة هي نفس رؤية المجلس الأعلى للدولة هي الاستفتاء أولا والانتخابات البرلمانية هذه نفس الخطة موجودة لدى المجلس الأعلى للدولة وهي حل الإشكال نحن من 2014 الانقسام السياسي برلمان في الشرق وبرلمان في الغرب فهذه الإشكالية المشكلة هي مشكلة سياسية مصاحبة لها مشكلة أمنية وعسكرية ولاتج عنها مشكلة اقتصادية وتداعت عنها مشكلة اجتماعية هذه لب الإشكال هو الانقسام السياسي أدى إلى انقسام مؤسسات أخرى فالحكومة حاليا بهذه المبادرة وهي اتجاه الانتخابات البرلمانية توحيد السلطة التشريعية فهذا هو الحل هذا ما طلبه حتى المجلس الأعلى للدولة حتى يعني عدة مرات حتى صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة في عدة مرات وقال أنتم مستاؤون من مجلس الدولة يلا نذهب إلى انتخابات برلمانية والخطة في مجملها يعني في شهر ستة بالنهاية خارط طريق زمن ممتاز يعني عندي ملاحظة واحدة فقط عليها بالنسبة لهذه الخطة وهي أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تكون على قانون رقم أربعة لسنة 2012 انتخابات المؤتمر الوطني العام لأن الانتخابات على القانون رقم اثنين انتخابات فردية سوف يولد لنا برلمان أسوأ من البرلمان الحالي لا تستطيع أن تشكل فيه كتل لا يستطيع بعدين رئيس البرلمان القادم أن يسيطر عليه كما سيطر عقيلة صالحة البرلمان الحالي بالتحكم في مهاية ومرتبات أعضاء البرلمان لا يستطيعون أن يقدموا رأيهم الحقيقي يعني أصبحوا مرتهنين لرئاسة البرلمان فهذا الإجراء يجب أن نصحح للحكومة أنها فعلا إلى أرادة الحل أن نذهب إلى إدخال القوائم والكيانات السياسية وأيضا أن نبدأ في تشكيل اللجنة الفنية اللجنة الفنية يجب أن تتواصل مباشرة أثناء إعداد القانون ولا تنتظر حتى تنتهي اللجنة الفنية اللجنة الفنية لكسبا للوقت لكي نكسب لأن المدة المتبقية أربعة أشهر فقط كسبا للوقت اللجنة الفنية التي تشكلها الحكومة تتواصل مع اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة وتبدأ العمل مباشرة مع بعض حتى تذهب القرارات إلى المجلس الأعلى للدولة للإقرار وليس للمناقشة تكون اللجنة القانونية ناقشت وشاركت في إعداد هذا المشروع وبهذا نكسب الوقت يعني هذه نصيحة للحكومة أن تبدأ مباشرة في تشكيل لجنة الفنية ولا ننتظر ماذا سيرشح من اجتماعات مجلس النوار أو استماعات المجلس الأعلى للدولة القادمة يعني اللجنة الفنية منفروض رئيس الحكومة منذ غد يبدأ في تشكيل اللجنة الفنية وتتصل باللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة وتبدأ في العمل مباشرة وهذا هو الحل أرى أن هذه المبادرة جيدة حتى في حالة تنصل مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من مهامها تذهب إلى ملتقى الحوار السياسي ويصدر قرار من المجلس الرئاسي بقرار بمرسوم وأنا متأكد أن المجتمع الدولي سيتماهى معها لأنها ماشى في نفس السياق كما قال ضيفكم عبدالوهاب لاحقا لا أريد أن نكرر ما قال نعم استاذ عبدالوهاب سيكري إذا ما أتينا إلى الخطوات التي أعلنها أو الخطوط العريضة كما وصفها الأربعة عبدالحميد الدبيبة بدت كأنها خطوات متدرجة وتضع حلولا في حال ما تعثرت إحدى هذه الخطوات يضع لها بدائل عندما يقول أنهم سيتم تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات ثم تحيله إلى المجلس الأعلى للدولة ثم مجلس النواب وإن تعذر يحيله إلى ملتقى الحوار السياسي ثم إصدار مرسوم رئاسي من المجلس الرئاسي في أجل أقصى الرابع عشر من مارس القادم أيضا في حال تعثر هذه المسارات كلها يقول سوف نذهب إلى قانون رقم 2 أو قانون رقم 2 لسنة 2021 أو قانون رقم 4 لسنة 2012 هل تعتقد بأن أحسن أو أجاد رئيس الحكومة في وضع خطوات محكمة وخطوات يعني ليس فيها غموض أو ثغارات ممكن أن تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات كما وضحت لك أخي كريم هو الوضع أو من قام بتوليف معلش في راجع في راجع صوت طيب إلى حين إصلاح الخلل إلى حين إصلاح الخلل ربما أحيل هذا السؤال إلى الدكتور عبدالقادر حويلي دكتور عبدالقادر أنت أشرت إلى أن هذه المبادرة جيدة لكن إذا أتينا إلى ميزات هذه المبادرة التي تجعلها جيدة وقابلة للتطبيق ولا يوجد فيها ثغارات ربما تؤدي إلى تأجيل الانتخابات بسبب الخلافات أو الصراعات السياسية أو عدم التوافق نعم هو بسبب عدم التوافق كما قلت المبادرة وضعت حلول فنية وحلول قانونية وحلول تكنولوجية حتى إذا تم تعثر الانتخابات الانتخابات البرلمانية كما تعلمون أسهل وأسرع من الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية الدعاية فيها محلية والترشح فيها محلي وبالإمكان حتى ولو أن دائرة معينة تعطلت لا تؤثر على بقية الدوائر الحلول وضعت حتى التكنولوجيا أدخلت يعني التصويت الإلكتروني في حالة أن تعدر تأمين أو إجراء المراكز الإقتراع كل هذه الأشياء تم وضع الحلول لها يعني الحقيقة أنا أرى أن هذه المبادرة فعلا مبادرة عملية يمكن البناء عليها وسوف تنهل الإشكال في ليبيا الإشكال كما قلت أنه هو السلطة التشريعية يجب أن نوحد السلطة التشريعية لحل هذه الأزمة وهذه الخطوات من نقطة إلى نقطة ومن مرحلة إلى مرحلة ومن آلية إلى آلية تتبت نجاح هذه المبادرة وفقط نحتاج إلى الخطوات أن تكون متزامنة مع بعضها البعض متشابكة يعني مثلا تشكيل اللجنة نبدأ بها مباشرة وتتواصل مباشرة مع المجلس الأعلى للدولة أيضا الاتصالات والمفوضية والسجل المدني يبدأ فعلا في عملية تنقيح السجل المدني والسجل الانتخابي تبدأ المفوضية في عملية التنفيق المفروض منذ الغد تبدأ مراسلات من الحكومة إلى الجهات المعنية بالانتخابات وهي السجل المدني المفوضية العليا انتخابات الوزارة الداخلية الالتصالات البريد لبيانا المذار كل هذه المنظومة تبدأ جاهزة بحيث أننا لا نتعثر لا نأتي في يوم الانتخابات ونقع في المحضور الذي وقعنا فيه في عملية القوانين المعيبة التي يصدرها مجل النواب ورأينا كيف تعثر الانتخاب لا نريد يجب أن نستفيد من الأخطاء التي التي ارتكبت في القوانين السابقة وأن نصحها لا نكرر الأخطاء التي ارتكبت من ناحية الفنية من ناحية الأمنية من ناحية التكنولوجيا والانتصالات وإدخال آليات أخرى للتصويت ويجب أن تبدأ الدعاية الانتخابية يعني دعاية الانتخابية يجب أن تبدأ مباشرة في توعية المواطنيين كيفية استعمال الهاتف في حالة أننا ذهبنا إلى التصويت عن طريق المنظومة الإلكترونية بدلا من مراكز الاقتراع إذا في حالة تعثر مراكز الاقتراع هذا يبدأ بأسرع وقت ممكن مع بعضها تبدأ العملية منذ الآن نعم طيب لا أدري إن كان الأستاذ عبد الوهاب سيكري نعم نعم سيد عبد الوهاب يعني كما لاحظت ربما أو استمعت إلى دكتور عبدالقادر حوالي يؤكد دائما على ضرورة البدء وبشكل عاجل وسريع في تنفيذ هذه الخطة وهذا يقودني إلى السؤال يعني عن الإطار الزمني يعني المتبقي إلى الرابع والعشرين من يونيو وهو التاريخ المفترض أن تنتهي فيه المرحلة التمهيدية وأن تجري فيه هذه الانتخابات وهذا الاستفتاء على الدستور هل تعتقد بأن هذا الإطار الزمني كافي من أجل إجراء كل هذه الخطوات التي تحدث عنها سيد عبد الحميد الدبيبة أربعة أسابيع لإقرار قانون الانتخابات هناك أيضا المفوضية العليا للانتخابات أيضا يجب أن تقدم جدولا زمنيا بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي هناك ربما حاجة للاستعدادات لانتخابات إلكترونية أو ما شابه هل تعتقد بأن الوقت يتيح إجراء كل هذه الخطوات وصولا إلى الانتخابات سيد عدرها الوقت يجب أن يجب أن نتناولها للمجتمع الدولي وقطع طريق على البعثة وبعض الصفراء من الدول الإقليمية والدولية قطع الطريق عليهم في أن لا يتماهوا مع خارطة عقيلة صالح وأقولها عقيلة صالح لأن مجلس الدولة إلى الآن لم يصوت عليها وإنما فعله الوفد الرواسال الجاد السيد كلا وما صرح به في اللقاء اللي خرج به على العلن سيد رئيس مجلس الأعلى الدولة خالد المشري هو يحاول أن يقطع عليهم الطريق هم والمجتمع الدولي بحيث لا يتماهوا مع هذه الخارطة أعطاهم هذه الخارطة بحيث أن تكون محرجة لهم هم من ينادوا بالانتخابات بيانات الدول الخمسة واضحة بيانات البحثة واضحة كلام الأمين العام والناطق في اسمه واضح كلهم يتكلمون عن الانتخابات الانتخابات وضع في هذه الخطة أن القوى القاهرة والتي تكلم عليها السيد عماد السيح المفوضية وما جرى في جلسة البرلمان من عرض تقارير أمنية ووجود داعش وعدم إمكانية السجل المدني التي تحدث عليها برضو حتى السيد خالد المشري أن تستغرق ست شهور للتنقيح وشهرين قبل التنقيح بحيث توفر في الأدوات كل هذه الأمور وصل رسالة سياسية قبل أن أخشه في مسألة الزمن هل يكفي أو لا يكفي وصل رسالة سياسية بأن الانتخابات هي أولا لأن وأقولها بصراحة أنا كمتابع أن الكلام عن الدستور رغم أهميتها إلا أنه يستغل ليمط به الزمن ويمدد لهذا البرلمان وبعض أعضاء مجلس الدولة بحيث أني لا أشملهم وأحترم أخي وأستاذنا السيد عبد القادر لكن واضح أنه هو التناول من الدستور والمدة الزمنية ومدة الثلاث أربع شهور للتوافق عليها في اللجان ثم تغيرت إلى أربع تاشر شهر هذا يمدد لهذه الأسلام والمطلوب الآن هو توحيد الشرعية وتجديدها وضخ الدماء وتوحيدها على المستوى الوطني سيدي كريم هذه المبادرة لم تترك لهم شيئا بمعنى أن ما أنتشته في صخيرات وجنيف أحضرناه ما تم إنتاجه محليا من القانون الذي أنشأ المؤتمر الوطني أحضرناه ما القانون الذي أنشأ البرلمان أحضرناه حتى أن القانون الذي أصدره البرلمان قانون رقم 2 لسنة 22 الآن موجود لدى المفوضية فكل هذا الزخم هذا لفكرة الانتخابات فلو انتقلنا وضغطنا كمجتمع مدني على فكرة التي تكلم عليها الأستاذ عبدالجادر الدكتور أن الكلام الآن والنقاش يكون على الانتخابات البرلمانية مفرد كتل ومفرد المدة الزمنية تكفي المدة الزمنية لا تكفي هو النقاش على الكلام الانتخابات البرلمانية هو من يعيد الأمل قبل أن يعيد الأمانة إلى الشعب يعيد الأمل في أن إن شاء الله مقبلين على انفراجة في هذا الأمر وبالتالي قبل أن نناقش المدة الزمنية لأنني فاتني نتيجة تراجع الصوت حبيت أني نأكد على هذه الفكرة اليوم وضع السيدة ستيفاني المستشارة وضع المبعوث العام وضع السفير الأمريكي الذي كان يمسينا ويصبحنا بالانتخابات الانتخابات الانتخابات وضعهم أمام أمر مهم جدا هذا الأمر هو منافي كل ما فعله مجلس النواب في جلسة الخميس الجلسة المشؤومة في جلسة يوم الخميس جلسة الفتنة هذه الجلسة الآن أمامها خارطة أخرى قابلة للتطبيق حتى وإن كان تأخرنا للمفوضية دور مهم في التحديد الزمني بالتشاور مع الحكومة فعلت دور المجلس الآلة وفق الصخيرات وضعت البرلمان في خانة ضيقة وضعت الصفراء واستفاده إلى الآن نحن نحاول نتابع ما هي الردود إلى الآن لا نجد ردود واضحة على هذه الخطة باعتبار أنها إمكانية الطعم فيها أو تعامل معها بشكل سلبي أو رفضها وهي الداعية إلى الانتخاب ثم الانتخاب ثم الانتخاب سيكون صعب جدا مقابل خطة لا تدعو إلى الانتخاب على الإطلاق في مدة على الأقل أكثر من 14 شهر هذه الخارطة جاءت في مضمون آخر بأن الحكومة لن تسلم وهذا أمر مهم جدا 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 في وضع الحالة السياسية التي سنقبل عليها ما سيكون دور الأطراف السياسية الأحزاب المجتمع المدني لجان المصالحة الفاعلين في الشخصيات المجتمعية قادة البركال الغضب المنظومة العسكرية الموجودة في الشرق التهله الموجود في الجنوب كيف سيتعامل في الأيام المقبلة مع حكومة كلفة من البرلمان وحكومة مكلفة ولدي اعتراف دولي وتحمل في يدها خارطة لمدة 3 أو 4 شهر وتصر على أنها ستكون خارج المشهد بعد هذه الانتخابات ولن تسلم إلا بهذه الانتخابات فهذا هو الذي نركز عليه وهذه هي الرسالة أما مسألة المدد الزمنية فإن لم تكفي الفنيين في المفوضية وفي الحكومة وخاصة المختصين في الوزارة الداخلية والتعليم والصحة هم من سيقاضل ولعلي الآن أقتبس لفظ استعمله السيد عماد السايح عفوا بس أن مسألة الإزاحة وليس التأجيل قد يكون وارد قد يكون وارد إذن دكتور عبدالجادر حوالي هل تعتقد بأن هذه المدة الزمنية كافية أم أننا سوف نضطر إلى الإزاحة كما قال عبدالوهاب بسيكري لأن من ناحية أخرى البعض يقول أن كل هذه المبادرات سواء مبادرة برلمان طبرق أو حتى مبادرة رئيس الحكومة كلها مبادرات غير جادة وأن الانتخابات غير ممكنة في هذه المدد الزمنية القصيرة وبالتالي كل طرف يحاول أن يمدد لنفسه ويتجاوز الآخر وليس يريد فعلا انتخابات حقيقية هو الانتخابات من صدور القانون إلى تنفيذ العملية الانتخابية أقل مدة زمنية أنا أحسبها 84 يوم يعني حاليا أعتقد أن المدة كافية لأن القانون جاهز سواء القانون رقم 4 لسنة 2012 أو القانون رقم 2 لسنة 2022 يعني 2021 يعني يستطيع الحكومة أن تدفع بهذين القانونين أو أنا كما نصحت أننا يجب أن نذهب بالقانون اللي هو 4 لسنة 2012 2012 هو هذا أفضل تدفع به الحكومة إلى المفوضية وتطلب منها مباشرة يعني العمل وتدفع إليها الأموال اللازمة لتنفيذ هذه العملية بالنسبة الانتخابات البرلمانية كما تعلمون هي أسهل من الانتخابات الرئاسية ولا تحتاج إلى يعني حتى المشاكل الأمنية والعسكرية أقل خطورة منها في الانتخابات الرئاسية نحن الانسداد الذي حدث حدث عندما حاول البرلمان بالقوانين المعيبة إجراء انتخابات رئاسية في ظروف غير غير مواتية لكن الوضع حاليا وضع يعتبر الأفضل للانتخابات البرلمانية الوقت كافي الوقت كافي إننا نستطيع أن نفعل شيء في هذه المدة الزمنية المتبقية فقط أن تكون الجاهزية سريعة لتحريك العجلة اللي هو التاريخ الذي وضعته الحكومة من 14 مارس إلى 24 يونو كافية أكثر من ثلاثة أشهر كافية للعملية الانتخابية نعم نعم سيد عبد الروهب بسيكري أحد أهداف هذه المبادرة يقولون بأنها محاولة قطع الطريق على خارطة طريق برلمان طبرق محاولة قطع الطريق للتمديد للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة وأيضا قطع الطريق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة باشاغا هل تعتقد بأن هذه الخطة سوف تنجح فعلا في قطع الطريق أمام برلمان طبرق لتشكيل حكومة جديدة والمضي قدما في خارطة الطريق التي أقرها هو أعتقد أن السيد عبد حميد البيبة حتى لا يدخل في نزاع حول مشروعية حكومته ومنازعة حكومة أخرى له يقودها السيد فتح بشاغ أعتقد أنه فضل بأن لا يدخل إلى هذه المعركة السياسية خصوصا في الشقة التنفيذي بدون خارطة هذه الخارطة حتى لا ينقص حجم تأييده الدولي بحيث أن بدون خارطة بدون الكلام على انتخابات بدون كيفية ممكن إجراءة الانتخابات بدون توضيحة بأن هناك قوانين موجودة يمكن أن تساق أو أن نلجأ إلى ملتقى الحوار أو إلى قوانين موجودة لمح إلى أن انتخابات الرئاسية أصبحت في حكم الميتة فبالتالي أعطى ما هو ممكن لاستمرار مبرر الاستمرار ومنازعة الحكومة القادمة إلى شهر ستة بخارطة ستكون خارطة الموجودة على الساحة موجودة فقط خارطة الطريقة عقيلة ونحن نعلم جميعا ويعلم السادة المشاهدين والمتابعين أنه عندما ضرب بعرض الحائط الوفاق وتم التعامل والترحيب دوليا بالقانون الرقم واحد الذي يصدره عقيلة الالتخابات الرئاسية وعياء كلهم يعلم بأنه يجب أن تكون هناك مشاركة من مجلس الدولة لهذا القانون خشية سيد بيبة بأن ما فعل برئاسة المجلس الدولة خالد المسري وعضاء المجلس الدولة كان يخشى أن يفعل به أن تأتي حكومة تنال ثقة وفق خارطة موجودة يرحب بها دوليا فوضع خارطة هذه الخارطة تعامل معها مستشري أو من سعاده عليها بأن تكون من لب توافقات المجتمع الدولي ومن لب تطلعات الشارع الليبي وبالتالي فهي لم تنفذ لم تنفذ هي ستكون مؤيدة لاستمراره من الناحية من الناحية ليست القانونية ولكن من الناحية السياسية القانونية خلينا نعطوها هذا 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 المصطرح اليوم الأمر كل في احتقان يتوقف على جلسة الغت يتوقف على جلسة الغت أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي سيد خارد المشري أن يهدي الله سبحانه وتعالى أن يهدي رئاسة الأعضاء المكملين الرئاسة ويهدي الله باقي الأعضاء بأن يوقف عبث عقيلة وبأن يقولوا بأن هذه الخارطة ليست بالتوافق مع مجلس الدولة وبالتالي نلجأ إلى كلمة الانتخابات البرلمانية نؤيد الانتخابات البرلمانية لن يكون أمامنا الانتخابات البرلمانية يتبقى فقط هي مسئلة كيف نجريها ولعل حاول السيد عبد الحميد يتكلم عن الطريقة الإلكترونية وغير الإلكترونية عموما أرجو الله أن يهديهم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي العقلاء سواء من حملة السلاح خصوصا في المنطقة الغربية ومن العقلاء فيها بأن ينزعوا فتيل في اعتقادي بإذن الله لن يكون فتيل أزبة خطت لها أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا تمر وبالتالي يكون الزخم على الانتخابات البلدية الانتخابات النيابية قد أخذ وضعه اليوم شهدناه مطالبة في طبرق ومطالبة في شحات ومطالبة في جدابيا شهدنا العديد من بينات في المنطقة الجنوبية شهدنا الكثير والكثير من المطالبات في المنطقة الغربية اليوم أصبح لها صدن لدى البعثة ومبعثيتها صدن لدى عديد من السفراء أصبحت حل وخصوصا إذا كنا أقبلنا على أزمة هذا الأمر بإذن الله لو توحدنا وتكثفنا عليه سنجزه وسيكون وفاضح هذه الانتخابات فاضحة بشكل كبير جدا جدا لعقيلة وعرقلته لأن عقيلة ببساطة جدا عقيلة ومن يدعمه إقليميا ببساطة جدا لن يفرط في كرسي رئاسة البرلمان بجراء انتخابات برلمانية ما لم يتحصل على مزيد من الوقت أو رئيس للدولة على هواه فالرئيس ابتعدت كثيرا فكرة الرئيس اليوم يفكروا في مسر كيف يمكن لنا أن نطيل هذه المدة ونبتعد على الانتخابات البرلمانية التي هي قاسمة لظهرهم هذا ما لم يتفطله رئيس مجلس الدولة وذهب إلى فكرة الدستور نعم الدستور لكننا نحن في أزمة والدستور لو فتشنا سنجد غير مسر التوافق ست سبع مواد كفيلة بأن تجعلهم سنة كاملة وهم يتنقشون على هذا الأمر الجنسية تقصد تعديلات الإسلامية على مساوة الدستور ستفتح أبواب نقاش كبيرة هذا الأمر ينتهي في أقل من لحظات ينتهي بالانتخابات البرلمانية وهنا تسلح عبد الحميدة بيبة مع أني لست من طاقمه ولا أعرفه ولكن كتوصيف لحال تسلح بمنطق نحن ننظر له نحن نعقد الملتقيات والاجتماعات والتظاهرات لهذا المطلب ألا وهو مطلب الانتخابات البرلمانية حتى أنه فيما يخص الدستور وخوفا من أن يتكلم الكثير بأن الدستور قد عطل جعله في صندوق بجانب صندوق البرلمان وإن كنت أعتقد بأنه لن يكون إلا صندوق انتخابات البرلمانية طيب دكتور عبد القادر أحوالي أشار ضيفي قبل قليل عبد الرهاب سيكري إلى أن ربما الآن الكلمة التي سترجح أي الخريطتين سوف يكون لها كلمة الفصل في ليبيا هو المجلس الأعلى للدولة في اجتماعه يوم غد شاهدنا الكثير من أعضاء مجلس الدولة اعترضوا على خارط الطريق التي أقرها برلمان طبرق وأيضا شاهدنا كثير من تصريحات المؤيدة للخطة التي أعلنها عبد الحميد الدبيبة هل تتوقعون أن في جلسة الغد للمجلس الأعلى للدولة سوف تكون كلمة الفصل كما قال عبد الرهاب سيكري هو طبعا بحكم الاتفاق السياسي نحن في الجانب التشريعي في الخارط الطريق في القاون الاستفتاق قاون الانتخابات يجب أن تكون للمجلس الأعلى للدولة كلمة توافق مع مجلس النواب يعني حاليا حتى هذه اللحظة المبادرة التي أطلقتها الحكومة تتماهى مع رؤية المجلس الأعلى للدولة وأكيد سيكون لها نصيب الكبير في المناقشة يوم الغد في نقاء الاجتماع المجلس الأعلى للدولة أيضا هناك كثير من المناكفات السياسية التي حلدت في الأيام الماضية البيانات والبيانات المعارضة ستكون موجودة حاضرة في نقاش يوم الغد والقرارات التي أصدرها مجلس النواب ستكون منهقشة ومفصلة نحن لا نريد أن نخترق الاتفاق السياسي بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وكل الأسام الحقيقة التي حدثت بعد اتفاق سخيرات تكتسب شرعيتها من اتفاق سخيرات يعني المجلس النواب انتهى بحكم المحكمة بالمدة وأحياها الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة انتهى من مؤتمر وضع يصبح مجلس دولة فهذه الأسام يجب أن لا تخالف الاتفاق السياسي بكي لا تنقض شرعيتها يعني حاليا أي إجراء مخالف للاتفاق السياسي قام به مجلس النواب يعتبر انقاص لشرعية هذه الأسام وغدا سيكون هناك كلام كثير كما قال ضيفك كريم كلمة الفصل والنقاش في هذا الجانب لتحقيق المبادرة التي قدمتها الحكومة تتماهى مع الاتفاق السياسي مع القرارة الدولية مع المجتمع الدولي بالمدد محسوبة بالزمن بالإمكان تطبيقها يعني ستكون لها حظ كبير في النقاش يوم غدا ان شاء الله في حال دكتور عبدالقادر ما وافق المجلس الأعلى للدولة وأقر الخطة أو دعم الخطة التي تقدم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في هذه الحالة كيف سيكون مصير خارطة الطريق التي أقرها برلمان طبرق وكذلك تكليفه لرئيس حكومة جديد هذا هو الحقيقة هي عملية إرسال إذا وافق هذا الإجراء الذي قامته الحكومة وهي أنها تبدأ بالإعداد وتستشير المجلس علىها وتنقلها لمجلس الواب هذا ما صرح به الاتفاق السياسي يعني إذا وافق عليهم معناها المجلس الأعلى للدولة رفض الخارطة الأخرى يعني معناها إذا نتجه إلى آلية أخرى كيف ننفذ هذه الخارطة يعني الخطاب مع مجلس النواب يجب أن نبدأ فيه وعلى المسأسات المجتمع المدني وكما قالت سيد عبدالواب وعلى الشعاب أن يتحرك وحقيقة أنا بالنسبة لي أرى هذه المبادرة كفيلة بحل جزء كبير من المشكل السياسي يبقى لنا مشروع الدستور الذي المبادرة لم تهمله المبادرة قالت نبدأ في عملية الاستفتاء والسلطة التجريعية الجديدة تنهي العملية يعني الحقيقة هذه تركيبة متوافقة مع كل القرارات ومع كل الآليات أرى أنها الحل في هذه العملية أن لو تهبنا في هذا الاتجاه سيكون مجدي وأفضل وأقل زمن وأسرع للتخلص من الانقسام السياسي في ليبيا نعم إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الخطة التي طرحها عبد الحميد الدبيبة تحرج ربما برلمان طبرق وعقيلة صالح والقوى الداعمة له خاصة إذا ما وافق عليها وأقرها المجلس الأعلى للدولة يوم غدين والله كلا عقيلة مين حرج بك وجمالي ما عقيلة والله اللي يقولك كأنه قائد ملاهلي والنصر والانتهاد مين حرج بك إذا كيف تتوقع أن تكون ردة فعلهم فبالتالي أنا أنا هو 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 الآتي إما أنا في اعتقادي هما يخططوا وقد يكون سيد فتحي غافل عن هذا الأمر هما يخططوا إما أن تكون حكومة تزيل الحكومة التي خنقت ماليا الرجمة خليفة حفتر ومجموعته أما أن تكون حكومة بديلة لكي يتنفس ماليا أو تكون فوضى في طرابس هو أكثر منك يمشوفش عقيله مجموعتها وبالتالي هو الإحراج للمجتمع الدولي هذا مهم جدا وأنا يسمحني أخويا الدكتور عبدالقادر في مسئلة أن خرق الاتفاق السياسي خرق الاتفاق السياسي خرق وانتهى مدة الاتفاق السياسي سنتان سنة ويمدد سنة أخرى اللم يتم اصدار دستور فمن الكرام هذا في 17 ديسمبر 2015 ونحن الآن لما سؤل غسان سلامة بعد السنتين قال شنو بعد السبتاش قال 18 وإلى اليوم المخروق هذا الاتفاق بجميع أشكالها ولم ولم يوجد شيء ولم شيء يفسد هذا الاتفاق إلا وفعله عقيلة صالح فبالتالي مسئلة إنقاص المشروعية هي المشروعية الآن مشروعية واقعية مشروعية الشرعية التي هي أتت بهذه المجالس عن طريق صناديق الاغتراع والاتفاقات التي تم رعيتها وتوثيقها في مجلس الأمن بقرارة مجلس الأمن انتهت بالكامل وليست لها شرعية اليوم نتعامل معها بأنها يجب أن تزول كيفية تزول لعل ما هو نطرحه رحنا في الشارع وجزء آخر طراحه السيد عبد الحميد ليتمثل في الاتي إن كنتم ما زلتم تقولون بأن الاتفاق السياسي موجود يجب أن يحترم وأول مبادئ احترامه وهو ما سيحرش مجلس الدولة في اعتقادي مش كمجلس الدولة كجسم كامل كأعضاء في مجلس الدولة مناهضين ومتماهضين لهذه عملية الانتخابات النيابية ومتماهيين بالكامل مع ما يطرحه عقيلة يعني زي ما نقوله الحزب الديمقراطي اللي هو ما كانش موجود واليوم عنده أصوات ما كانش موجود في انتخابات ما يعرفوش الليبيين بك ما يعرفوش حاجة اسم حزب دمقراطي اليوم عنده أصوات نشوفو فيهم مثلا جالسين في لهم حق التصويت ولهم الكلام لكنهم لا يعكسون أصوات الحزب الذي كانوا منتمين لها في السابق اليوم يعكسون فكرة أخرى هذه الكنتونات اللي موجودة في مجلس الدولة والمتماهية مع عقيلة هي من لن تتعامل مع الانتخابات النيابية لأنه موجود لديها مشروع آخر نعم هنا أقول بصراحة أن الآن أمام امتحان مجلس الدولة الامتحان يتمثل في الثنين أن قبل ما يتعامل مع المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة لأن نحن مبادراتنا للمجتمع المدني لا يلتفت إليها أحد قبل ما يتعاملوا معها يضعوا رؤية واضحة إما أن ينفضوا يدهم من اللجان التي يعتبرونها بعض مناصري البرلمان بأنها تكفي للتوافق لجان مجلس الدولة إما أن ينفضوا يدهم من هذا الأمر أو يصوتوا عليه بالثلثين قابلين له عندما يصفوا هذا الأمر وينهون يلتفتوا إلى مبادرة رئيس الحكومة لما؟ لأن رئيس الحكومة تبدأ من المجلس الدولة نعم فبمجرد ما يتعاطى مع ما قدمه لهم مجلس الدولة من مشروع من مشروع لقانون انتخاب هنا يتناقض بالكامل مع تعاطيهم إنجاز التعبير كجزء كجزء مجلس الدولة مع مبادرة خارط طريق امتاع عقيلة فاليوم سيكون عليه أنه يتعامل الاثنين ولا يجتمع شيء ونقيضة في آن واحد فيجب عليه أن ينفذ يده أو يؤيد ما اقترح بعقيلة فإن نفذ يده يذهب إلى ما قدمه رئيس الحكومة وإن لم ينفذ يده فمبادرة رئيس الحكومة لن تكون لها صدى وبالتالي هنا أكرر وأكرر على الشرفاء في مجلس الدولة نسميهم نحن وكان الشوطاء مدنيين الشخصيات أو أعظام مجلس الدولة الدعمين للانتخابات البرلمانية طيب سيد عبدالوهاب اتضحت الفكرة نعم اتضحت الفكرة سيد عبدالوهاب اسمح لي لأنه لم يتبقى لدي الكثير من الوقت وريد أن أعطي المجال لدكتور عبدالوهاب عفوا لدكتور عبدالقادر حوالي دكتور عبدالقادر بالنهاية ربما المجتمع الدولي إلا وله تأثيره على المشهد السياسي الليبي وربما هو المتحكم الرئيسي في المشهد السياسي ما بعد الأسخيرات هذه الخطة بما استند عليه عبدالحميد الدبيبة من الاتفاق السياسي سواء في جينيف أو في أسخيرات كذلك طرحه لعملية انتخابية تحت إشراف دولي إلى أي مدى تعتقد بأنها ستكون مقنعة للمجتمع الدولي وسوف يتلقها بالقبول نعم هذه المبادرة أولا يجب على الحكومة حاليا أن تبدأ مباشرة تسويق الدولي لها بأن ترسلها لرئيس وعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام المتحدة ورئيس البعتة بالنيابة في ليبيا ومستشارة الأمين العام في ليبيا أيضا رسميا إلى المجلس الأعلى للدولة وإلى المجلس النواب وإلى المفوضية العليا للانتخابات وللأجهزة المساندة لها لتبدأ في العملية مباشرة هذا الجزء وأنا أعتقد أن هذه المبادرة جيدة قابلة للتطبيق تحتاج إلى دعم شعبي وراءها في هذه الأيام يجب أن يخرج الشعب لدعم لهذه المبادرة وأنا أعتقد أن أشاء المجتمع الدولي أي شيء يتفق عليه الليبيين سيرضخ لهذا الأمر يعني يجب أن يكون هناك تسويق كبير لهذه المبادرة أن يتبنىها النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ويسوق لها محليا ودوليا مع الحكومة بالإجراءات الرسمية وننهي هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن الحقيقة اللي يفترض في أنها غدا يجب أن تصل هذه المبادرة قبل جلسة المجلس الأعلى الدولة رسميا من الحكومة إلى المجلس الأعلى الدولة وليس عن طريق الإعلام لكي تأخذ الصبغة الرسمية وتأخذ حظها أكثر من النقاش سوف نعرضها نحن سوف نتحدث ونقدمها للأعضاء ولكن الأفضل أن تأتي من الحكومة نأمل أن المستشاري الإعلاميين يتابعون هذه الحلقة ويسمعون كلامي وينصحون الحكومة في هذه الليلة بإعداد مذكرة رسمية للمجلس على الدولة ولمجلس النواب وإلى الجهات التي ذكرتها الدولية والسفراء سفراء الدول الذين يتدخلون في الشأن الليبي سواء الدول الأقليمية والدولية يجب أن ترسل لهم نسخة مترجمة باللغة الإنجليزية للدول التي لا تنطق باللغة العربية وبهذا السائل المهمة ننهي ونختم هذه الساعة من التغطية الدكتور عبدالقادر أحويل يعود المجلس الأعلى للدولة أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من السيدياتنا في طرابلس وكذلك نشكر أستاذ عبدالوهاب بسيكري المحلل السياسي كنت معنا كذلك من السيدياتنا في طرابلس نشكركم جزيل الشكر ونعتذر لعدم مشاركة سيدة نادية عمران رغم محاولاتنا المتكررة الاتصال بها ولكن للأسف لم نتحصل على رد نشكركم مشاهدين الكرام على كرامي متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر تنتم في أمن الله يحفظي والسلام عليكم اشتركوا في القناة